اشتركوا في القناة الثالث بعنوان كرم ومروءة نتناول الفهم والاستيعاب والثروة اللغوية وقبل أن نشرع يا أبناء في قراءة النص نتعرف على شاعرنا حاتم الطائي فهو شاعر عربي نجدي أمير قبيلة طي النجدية عاش في فترة قبل الإسلام أي حصر الجاهلية اشتهر بالفروسية وبكرمه وأشعاره وجوده ويقال إنه أكرم العرب ابنه عدي بن حاتم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه القصيدة يا أبناء يخاطب الشاعر زوجته ويرد على لائميه ليبين لهم فلسفته في الحياة ونظرته إلى المال فهو يتصف بالكرم والمروءة والشهامة وأن المال يذهب ويجيء وتعالوا لنقرأ القصيدة ونفهم المعاني الواردة أماوي قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني من طلابكم العذر أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نزر أماوي إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنهه الزجر أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلج جوانبها غبر وراحوا عجالا ينفضون أكفهم يقولون قد دم ما أناملنا الحفر أماوي إن يصبح صدايا بقفرة من الأرض لا ماء هناك ولا خمر تري أن ما أهلكت لم يكضرني وأن يدي مما بخلت به صفر أماوي إني رب واحد أمه أجرت فلا قتل عليه ولا أسر وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر وإني لا آل بمال صنيعة فأوله زاد وآخره ذخر يفك به العاني ويؤكل طيبا وما إن تعريه القداح ولا الخمر ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتي شهودا وقد أودى بإخوته الدهر عنينا زمانا بالتصعلك والغنى كما الدهر في أيامه العسر واليسر كسينا صروف الدهر لينا وغلغة وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر فما زادنا بأوا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر فقد من عصيت العاذلات وسلطت على مصطفى مالي أنا مليا العشر وما ضر جارا يبنة القوم فعلمي يجاورني ألا يكون له ستر والآن يا أبناء بعد أن استمعنا إلى هذه الأبيات وتعرفنا على المعاني الواردة تعالوا لنناقش بعض الأسئلة حول هذه القصيدة السؤال الأول يا أبناء يقول وضح العادات التي افتخر بها الشاعر في القصيدة ويتضح يا أبناء ما العنوان أن الشاعر يفتخر بماذا يفتخر بجوده وإنفاقه في وجوه الخير يفتخر بكرمه ومرؤته كما يفتخر أيضا بسخائه وإشباع الجائع وهذا يا أبناء من عادة العرب وكرمهم ومرؤتهم هذه القصيدة يا أبناء كما ذكرت في بداية درسنا اليوم جاءت ردا على منتقد الشاعر وضح ذلك أي أن هذه القصيدة جاءت ردا على من اتهم الشاعر بالإسراف وعدم احتفاظه بما يملك وفي هذه القصيدة يكشف الشاعر عن نزعته الإنسانية النبيلة وسلوكه الشريف ونفسه الفياضة بالخير والنبل والسماحة علل مخاطبة الشاعر لزوجته في القصيدة لماذا يخاطب الشاعر زوجته في القصيدة يا أبناء؟ يخاطبها لأنها كانت غاويته أيضا إظهارا لتقديره لها ثم أخيرا تعظيما لها فهو يبين عذره ويبين نظرته إلى الحياة ونظرته إلى المال فالحياة فانية وكذاك المال فان لا يبقى ما دلالة قول الشاعر فيما يلي؟ إذا دلاني الذين أحبهم يقصد الشاعر بهذا التعبير أولئك الذين دفنوه بعد موته أي أنزلاني إلى قبري وراحوا عجالا يدل على ماذا يا أبنائي؟ يدل على سرعة انصراف المشيعين له بعد الدفن كذلك عندما ينادي الشاعر على زوجته يبنة الأقوام أو يبنة القوم فيقصد بذلك التعظيم من شأن زوجته لم يكن البذل يا أبناء عند حاتم سعياً لود أو كسباً لمحمدة وضح ذلك إذا لم يكن هذا البذل الذي بذله حاتم سعياً لود أحد أو كسباً لمحمدة الناس فلما كان يبذل؟ ولما كان يعطي؟ ولما كان يجود؟ وضح ذلك نقول كان يعطي وكان يبذل المال لأنه كان يفك العاني ويطعم الجائع ويساعد المحتاج وكان ذلك أيضاً بسبب مرؤته ونبل أخلاقه بيّن العاطفة المسيطرة على الشاعر من خلال الأبيات مستدلاً العاطفة المسيطرة يا أبناء على شاعرنا هي الفخر بنفسه وبقومه فهو يفتخر بنفسه وبكرمه وبكرمه ومرؤته ويعتز بهذه العادات الدليل على ذلك ما ذكره الشاعر حين قال وقد علم الأقوام لو أن حاتماً أراد ثراء المال كان له وفر فما زادنا بغياً على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحساب للفقر استخلص جوانب القدوة في شخصية الشاعر مستدلاً الجوانب التي نقتدي بها في شخصية هذا الشاعر يا أبناء واضحة جلية مثل حب الخير مساعدة المحتاج الجود والكرم والمرؤة اطعام الجائع وفك العاني استخدام المال في وجوه الخير كل هذه يا أبناء جوانب نقتدي بها في شخصية شاعرنا الدليل قول الشاعر وإني لا آل بمال صنيعة أي لا أقصر في بذل المال من أجل صنع المعروف فأوله زاد وآخره زخر يفك به العاني ويؤكل طيباً وما إن تعريه القداح ولا الخمر دلل على ما يلي ما الدليل يا أبناء على خبرة الشاعر بالحياة الاجتماعية الشاعر خبير بالحياة الاجتماعية وبظروف مجتمعه التي يعيش فيها ما الدليل على ذلك؟ الدليل يا أبناء أنه بيّن لنا أن المال يأتي ويذهب فهو يدرك حقيقة الحياة خبير بها كذلك يا أبناء يرى أن الغنى لا يحفظ الذكر إنما السيرة الطيبة تحفظ ذكر صاحبها كذلك الدليل على خبرته علمه أن الدنيا فانية ولا يبقى منها إلا المعروف والذكر الحسن الدليل أيضاً قوله وإني لا آلوا بمال صنيعة فأوله زاد وآخره زخر دلل على نبل أخلاق الشاعر وشهامة الفارس فيه الدليل أنه يطعم الجائعة ولا يرد السائل ويغيث الملهوف حين قال أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوماً حل في مالنا نزر تقدم هذه القصيدة يا أبناء صورة مثالية بمروءة العربي وكرمه وشهامته وضح ذلك من خلال فهمك للأبيات نعم بالطبع يا أبناء هذه القصيدة تقدم لنا صورة مثالية ترسم لنا نموذجاً رائعاً لمروءة العربي وكرمه الذي يمتاز بكرمه ومروءته وشهامته الذي يغيث الملهوف ويطعم الجائح ويفك العان الذي يعتني بأهل بيته الذي يحضي ويعلم جيداً أن هذا العطاء هو الباقي للإنسان بعد موته أما عن الثروة اللغوية والمترادفات فالكلمة الأولى مترادف عذر والعذر أي السبب الذي يرفع اللوم مانع مانع أي ممسك ينهنهه أي يكفه ويمنعه قاد ذاهب في أول الصباح مبين مبين أي واضح ظاهر الزجر النهي والنهر لا آل أي لا أقصر صنيعة أي عملاً للخير والإحسان زلج أي بعيدة ملساء حل في مالنا نزر أي قلة إذا حشرجت نفس أي أشرفت على الموت رائح أي عائد بعد العشي أجرت أي أغثت ملحودة أي مدفونة في القبر الجمع والمفرد مفرد القداح القده جمع كلمة الدهر الدهور وجمع كأس كؤوس وجمع ستر ستور وأستار جمع صنيعة صنائع مفرد قبر أغبر أكمل الجمل الآتية بتصريف مناسب من كلمة سألة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كان حاتم الطائي لا يرد سائلا راجعت معلمي في مسألة وأجبت أخيرا عن أسئلة الكتاب هذه يا أبناء تصريفات من كلمة سألة أما عن المعنى السياق لكلمة نفض فالسؤال يقول وظف أو استخدم كلمة نفض في سياقين مختلفين في جملتين من إنشائك نفض الرجل عن يده التراب نفض الهمو مع الرأسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر